بعد أن ارتفعت وطيرة هجماتها وإدخالها الطيران المسير سلاحاً جديداً في ساحة عملياتها واعتقدت أنها سيدة الموقف جاءها ما لم تكن تتوقعه قصف أمريكي جديد لمواقع ميليشيا الحشد في العراق وسوريا أفسد عليها نشوة استعراضها العسكري في ديالة وأوقع بين صفوفها عدداً من القتلى بينهم آمر سرية في ميليشيا كتائب سيد شهداء القصف الأمريكي استهدف منشآت أسلحة ومركزاً لتصنيع الطائرات المسيرة وبحسب البيت الأبيض فإن الضربات جاءت مدروسة بعناية ودقة من حيث الطريقة والهدف التطور في الرد الأمريكي على هجمات ميليشيا الحشد أعلن عنه البينتاجون مؤكداً أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بمزيد من الضربات لتعطيل هجمات الميليشيات المدومة من إيران في العراق ضد المصالح الأمريكية استراتيجية بدأها سلفه دونالد ترامب وعادت وطيرتها لترتفع مرة أخرى بعد أن اعتقدت ميليشيا الحشد أن بايدن سيعيد لها فترة الانتعاش التي شهدتها في فترة ولاية بارك أوباما وما يؤكد أكثر نية واشنطن زيادة الضغط على الميليشيات هو تأجيل مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقر عام 2002 حيث أكد المشرعون الأمريكيون أن التطورات الميدانية في العراق تجعل الوقت غير مناسب لإلغائه هجمات الميليشيات والرد الأمريكي عليها يتعديان السياق الميداني ليتحولان إلى رسائل نارية متبادلة بين واشنطن وطهران الهدف منها ضغط كل طرف على الآخر في خضم مفاوضات الاتفاق النووي وقضايا النفوذ الإقليمي فيما تبقى بلدان المنطقة ساحة للمواجهة ورهينة للسلاح والفوضى اشتركوا في القناة